تعالوا نشوف في الأضايا المختلفة العملية الإرهابية اللي تمت في الزأزي قنبلة وضعت أسفل كبري أدت إلى استشهاد أحد المواطنين هتشوفوا سيارته أي حد كان ممكن يكون هو المعدي هتشوفوا عربيته إزاي تحولت إلى قطعة حديد استشهد وأصيب ثمانية على الأقل بعد الصياطة في العشاء قاعدين قدام الباب شعرنا بانفجار شديد كسر ببان الشبابيك بتاعة البيت كله وبهدلنا وبعدين جوبنا قبنا نجري نشوف إيه لقنا الدنيا بكها هنا والناس ميتة الواحد ميت هنا بعربيته معجونة لقيت شكارة ماركونة أنا شكيت فيها قلت لابني أطلع بسرعة من العربية لسه طالع من تحت الكبري ورح أقاها العربية دي جاور منه ورح أقاها ضربة فيها طب هو الراجل اللي مادة زنبو إيه أنا عايز أعرف يعني زنبو إيه زنبو لو ماشي في الشارع بتاع بلدنا بكلم في التليفون وجايفة ببص لقيت عربية خاضرة كانت هنا مكان العمود ده تمام وفيه طف طف فما يقدر ليه كان معادي من قدام يعني قدام منه على ما جيت هنا وصلت إلى دوران بزب سمعت الفرتكة أنا وقعت على دهري كل اللي بيباني الشقة واللي بيباني الدكاكين كلها تفجرت من صوت الفجار بس ما بقى للناس اللي كانوا موجودين واللي تعوروا دولة زنبو إيه طاي يعني الراجل اللي ماتوا عربية وتفحمت ده زنبو إيه واللي كان في الطف طف وتعور زنبو إيه طاي لحساب مين بيعملوا كده طايب الناس دي يعني عايزين نعرف يعني لمين قبل الحادثة دي بالزبط بربع ساعة كهربا تقطعت الشغل ده جاي من أساسة من الكهرباء الناس اللي موجودين كانوا في العربية أساسا من الكهرباء عربية موجودة ومتفجرات فيها والناس اللي موجودين تقدروا الناس اللي معروفين ومتسجلين معروفين ليه ما تشيروش أساسا الانفجار حصل إحنا حسنا بيه وإحنا جوه البيت طلعنا شوفنا بقى العربية مكسرة عربية يعني إيه بقت حتة خردة ما تنفعش حاجة خلص فيها طبعا واحد للسواق بتاعها طبعا توفف ساعتها على طول أخواني يا ربدي الله ودجر منه حظ ما نملك رباني عمي ملتها في الصلب رباني عمي ملتها في الصلب ربنا أنت أهم العربية من أبوها يا غيالي يا غيالي يا عبيبي وحسب الله عنه نعمل وقيد حسب الله عنه نعمل وقيد من اللي أحرمني منها في عيالي رحمة الله عليه خمة في الأخلاق وخمة في الأدب وراجل ملوش داعب أي حاجة نهائي كل ما فيها أنه هو مروح بيته يفاجأ بحادث زي كده يعني ما تركش وراء غير الحصرة والألم والندم بتاهمش حد حسب الله من الشهيد بحد برهيب اللي هو أخويا أخويا الصغير أصغر مني أنا كنت معا مبالح بروح لنه هو إذا سبته عشر دهائي بس بعد عشر دهائي يسمعت الخبر إذا ما وصلت بيتي يسمعت الخبر ليه لمصلحة مين لمصلحة مين البلد لازم تستقر لازم يكون فيه رادع لكل من تصور له نفسه إنه يرتكب جريمة زي كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر